مع هناء خواتريا مساء الخير هناء أهلا بك مساء الخير أهلا ومساء الخير لكل مشاهدين الكرام إذن وضعية جوبية غير مستقرة تخص مجمل المناطق الشمالية للوطن الغربية خاصة وكنا شفنا كذلك الأمطار لخصة مجمل الولايات الغربية ولهذا أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية نشرية خاصة تحدر من استمرار تساقط الأمطار إلى غاية السادسة من مساء يوم الغد الاثنين وكمية الأمطار المتوقعات تعدى الربعين مليمتر محليا على كل من شلف تلمسان عينتي موشنت وهران مستغانم سيدي بالعباس مع سكر غيريزان وكذلك عين الدفلة وأيضا في نشرية خاصة أخرى تخص أغلب المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الغربية للوطن سعيدة تيارة تيسمسيل تلمدية لبليدة تيبازة الجزائر العاصمة بومردس تيزي وزول بويرا لمسيلة برج بوعريج سطيف ميلا وكذلك قسنطينا إذن الأمطار ستكون بداية من الثالثة بعد زوال اليوم وستستمر في حول الله بالتساقط إلى غاية العاشرة لا إذن وكمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 30 مليمتر محليا إذن الأمطار ستكون معتبرة على أغلب المناطق الشمالية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية فيما يخص تساقط الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة إذن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية ندائما نبقى ونسجل بحول الله تساقط الأمطار الرعدية بكميات تتعدى 40 مليمتر محليا على تقريبا أغلب المناطق الشمالية للوطن بالنسبة لي تبسس سوق أهراس قسنطينا كذلك عنابة جيجل سكيكدا قالمة حتى الجزائر العاصمة لبويرة تيارة الجلفة الأغواط البيض سعيدة سيدي بالعباس معسكر وهران مستغنم شلف تيارة تلمسان وأيضا هذا الإضطراب الجوي سيخص حتى الجنوب الغربي وتحديدا على بشار وكذلك عين الصفرة ووصولا لغردايا زلفانا ولمنع حتى على ولاية تندوف بحول الله وكمية الأمطار المتوقعة فيما يخص المناطق الجنوبية لن تتعدى حوالي 15 مليمتر محليا إذن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء وهذا على الأقل فيما يخص النماذج الرقمية للرصد الجوي وكمية الأمطار كما قلت ستكون أكثر اعتبارا ونشاطا فيما يخص الولايات الساحلية والمناطق الداخلية خاصة الشرقية وبالنسبة لإذن تساقط أو عفوا حركة الدرجات الحرارة بحول الله يعني حتى حركة الرياح ستكون قوية مع هذه الاضطراب الجوي وتخص أغلب السواحل الوطن أيضا درجات الحرارة بحول الله ستكون باردة على المناطق الداخلية للوطن خاصة بالنسبة لنعمل بيد مشري يعين الدفلة الجلفة تيارت حتى على باتنا خنشلة بسا قسنطينة صطيف أم بواقي وبرج بوري ريج على العموم ستكون في المعدل الفصلي لن تتعدى حوالي 15 درجة فقط كأعلى مقياس السواحل الوطنية ستقارب 17 درجة فقط كأعلى مقياس وبالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري وخاصة على شمال السحراء منطقة الواحة السابرة كبشار الوادي كذلك ورق لحسيم سعود غردا ياز الفانا وحتى المنعة إذن درجات الحرارة لن تتعدى في حدود 20 درجة فقط لكن إن شاء الله خلال يوم الخميس سيكون فيه مرتفع للضغط الجوي تتغير درجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية للوطن وكذلك بالنسبة للولايات الجنوبية وهذا ضمن تيارات جنوبية غربية من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن إذن درجات الحرارة ستعود ترتفع من جديد على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية بالنسبة فقط لحركة الرياح فيما يخص حالة البحر إذن البحر سيكون قليل الاثطراب على أغلب السواحل الوطنية والرياح ستتراوح ما بين 10 حتى 40 كم في الساعة وهذا على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدي الكرام نشرية خاصة تحدر من تساقط أمطار رعدية محلياً معتبرة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليمتر محلياً على أغلب المناطق الشمالية للوطن إلى غاية يوم الغد الاثنين بحول الله وهذا على الأقل إذن أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أحلام